اكيد بس كابتن عادل اكيد طب خلينا نحط نقط على الحروف حط النقط على الحروف يعني والنادي الاهلي بيتدرغل كده خالص عشان بس نبقى عارفين يعني النادي الاهلي العواطف والحاجات دي ما عندوش بمعنى كل واحد لعيب يلتزم والله بيخرج برة الصف او بيخرج برة تقاليد النادي بيبعد يعني خلينا نبقى متفقين انا مش بتكلم على كهربة دلوقتي انا بتكلم على اللي بيحصل واللي حصل اي لعيب في النادي الاهلي بييجي الفترة بتاعته المدير الفني بغض النظر عن كولر بيعمل ايه مع اللاعب ولكن الادارة بتساند المدرب لاخر وقت ممكن يكون صح ممكن يكون غلط لكن ده سيستم في النادي الاهلي لكن كهرباء لعيب كبير ضحى كتير عشان النادي الاهلي خلي بالك كهرباء جاله على يد دي انا وانا كهرباء ده من يعني انا اخول كبير واو يعني انا ربيته في الاهلي وفي الانبي لما كنت شغال كان معايا كهرباء اولا قلبه طيب جدا لعيب جدع راجل بس عنده حتة المفترض انه كبر خلاص يعني زكاء لازم يبقى عنده زكاء هو مفرد او في مشاعره بمعنى انه هو يعني ممكن يدخل في مشكلة عشان واحد صاحبه عشان لعب اخر وحصلت له اكتر من مرة بس ممكن الضغوط يا عادل تخليه لا هو مش ضغوط يا كتير صحي كلم صح يعني كهرباء مثلا يعني كهرباء مثلا مرة كهرباء تخنق معايا انا انت عملت وفي الاخر قال لي معاك عشان لاعب اه يعني معاك عشان لاعب تاني اه هو ده لا وكهرباء الحاجة المهمة انت فاهم هو طاب جدا جدا لا كهرباء العيب كبير وحيحافظ لا عامش عملت كده ليه لاعب كبير وحيتحافظ عليه لانه اقولك حاجة ما عندكش فراودة كندي اهلي بالضبط كهرباء لاعب مهم ومهم للغاية ولكن مش كل اربعة خمسة ايتكلموا على واحد ممكن يوقعوا لعيب كبير زي كهرباء انا فيه اكتر من مرة بشوف ان كهرباء في السوشيال ميديا بالذات يعني فيه حد بيغبط فيه جامد قوي وممكن يتعرفوا ومعروفين هم اللي بيغبطوا في كهرباء جامد لكن كهرباء في اخر الامر هيعمل او هيتعمله اللي هو عايزه طيب تعاليق كابتل نسامة بص كهرباء طبعا نلعيب من العيبة المميزين طبعا لعيب بس انا شايف ان الفترة اللي تتعامل فيها كهرباء في فترة مودس دي لا دي برا لتقييم بالضبط يعني كولر انا اسف يعني انت جبت صفقة شاورت عليها بالضبط عادت مصرة عليها الناس عملت وكل الناس دي هو جاب لك بص جاب لك بيت القصيد ما انا قلت ما انا قلت هو جاب لك بيت القصيد ندخلنا في الحتة دي ده بداية النادي الاهلي عندهم زر وعندهم سيستم لكن معلشي انا اسف انت الراجل المدير الفني ليه كل الصلاحيات وهو وعلى دماغنا من فوق ومدير فني وحقق الدوري وحقق بطولة افريقيا وكل ده كويس قوي لكن في حتة مهمة جدا اننا مش عشان جبتوا صفقة يا ايدر افضل وراها ومصر كلها لا وصفقة مش هتضيف حاجة ومصر كلها ومصر كلها عمالة تقولك لا الراجل لا يصل بدليل كان عايزي جددله قالوله لا لا جددله فين بقى كان عايزي جددله هو ودي معروفة وعايزي تكمله شهر او شهرين قدرت الكرة قالت له لا لا يصل بص عادل اتفرج انا بقى اتفرج انا تفرج انا تقربت ظلم في الفترة دي من انا الكلام اللي تقال على مودس يا اسامة فبقيت اتابعه هو عنده مشاكل فنية وبدنية كبيرة جدا عامل السن يا يا خباب يد هو كلعيد كبير يا اسامة ده كان انا بكلمك ايه تقدم السن مع العامل بدني وحش اوي مع كمان الحاجات غير التوفيق الحاجات الفنية التكنيك بتاعه صعب اوي السن رد الفعل ايدر بالظبط ولعب النادي الاهلي لا يناسب بمودس حتى فيه احد الاهداف اللي جابها ايدر جابها بالعافية ايدر 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 لا يعني انا وانت فكهربا بصراحة افضل منه كتير اسرار كولر ان هو يشتغل بمودس ومجرارش بكهربا ده ظلم كبير عشان كده الحالة اللي وصلوها كهربا اللي احنا بنتكلم عليها دي طبعا لازم يوصل للحالة دي وبعدين المشكلة من ان ما فيش جاب حصل فكهربا يرجع فيه ده رجع واحد لقي جدا صفقة مهيلة جدا صفقة مقتربة جدا ركب وسام على طول فالترسي دار فطبعا بدأ يبعد كمان اكتر وقت ما كل دي دغوط وبالتالي طبعا الدغوط دي بس كان يجب انه يمسك نفسه شوية انا عارف كهربا انا عارف كوي خوي مر بصدوف اصعب من كده كتير قوي وهو انا الفترة دي فعلا انا بعتارف انا كراجل كمدرب كهربا اتظلم في فترة موتتز ظلم باين من المدرب طبعا يوصلك كلاعب انك انت يعني ممكن تتعب نفسه ولكن الاحترافية يعني انت كهربا عالية طبعا بيقول كهربا عدى بالحاجات دي ترجمة نانسي قنقر